المتابعة مع طبيب أو طبيبة أمراض النساء والولادة بتكون مرة في الشهر خلال الشهر الخامس وخلال الشهر السادس من الحمل ما لم يرى الطبيب ضرورة أخرى يعني إيه؟ يعني حضرتك عندك حاجة معينة تستوجب من الطبيب أنه يشوفك كل أسبوع يبقى الكلام اللي أنا بقوله ده ما ينتبقش على حضرتك إنما في العادي كده في الشهر الخامس وفي الشهر السادس المفروض تروحي للطبيب أو الطبيبة بتوع أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوا حملك مرة في الشهر ده المعدل المقبول بالمناسبة تمام؟ طيب في الشهر السابع والشهر الثامن بتكون الزيارة للطبيب مرتين في الشهر يعني بتروحي مرة كل أسبوعين ده في الشهر السابع وفي الشهر الثامن برضو إلا إذا الدكتور أو الدكتورة قالك حاجة تانية أو طلب منك طلب يعني إنك تزوري إنك تروحي أكتر أما بقى في الشهر التاسع من الحمل فبتكون الزيارة للطبيب أو الطبيبة مرة كل أسبوع خلاص سبعة وتسعين في المية خلوا بالكم النسبة سبعة وتسعين في المية من الزوجات الحوامل بيكون وضع الطفل عندهم راسه للأسفل يعني بيكون مهيئ للولادة الطبيعية خلاص برضو الولادة الطبيعية بتحصل إذا كان الطفل نازل بالذراعين أو نازل بالوجه يعني مش بقى بالرأس لا بالوجه صحيح بتاعت الوجه دي بتكون أطول في الوقت بس دي برضو بيكون فيها فرصة للولادة الطبيعية بس هقول لكم كلمة كده عن الموضوع ده لما خلص بس اللي بقوله أما في حالة إذا كان الجنين في وضع المقعدة خلاص الوضع بقى اللي قال استعداد الولادة في وضع المقعدة يعني نازل بالعكس مش بدماغه أو إنه في وضع مستعرض يعني بالعرض فالولادة لازم تكون قيصرية الكلمة بقى المهمة اللي عايز أقولها عن قرار الولادة قرار الولادة هو قرار طبي خالص خالص يعني مفهوش أي رأي لحضرتك ولا لزوجك ولا الكلام ده كل ماينفعش الدكتور يقولك تحبت الولادة طبيعي ولا قيصر ماينفعش كده الدكتور هو اللي بيقرر طريقة الولادة تمام وعايز أقول لكم إن فيه أمثلة ممكن يكون الطفل في وضع يعني لما بنشوفه بالموجات فوق الصوتية يكون وضعه إنه مهيأ للولادة الطبيعية تمام بس تلاقي قرار الطبيب أو الطبيبة إنه لازم الولادة تكون قيصرية ده مش تعنت من الطبيب ولا الطبيبة ولا إنه هم مستعجلين ولا إنه هم أصلهم هيكسبوا أكتر من القيصرية خالص فسي فيه حالات معينة بتستوجب الولادة القيصرية على الرغم من وجود الطفل فيه وضعية جنينية تسمح له بالولادة الطبيعية زي إيه؟ زي حالات لقدر الله تسمم الحمل زي حالات تباطؤ نبضات الجنين زي حالات التفاف الحبل السري حوالين عنق الجنين وهكذا فاهمين قصدي؟ في الحالة دي أنا عايز أقول لكم في الحالة دي مش بس اللي أنا بقوله قرار الطبيب هو القرار النهائي والوحيد الدكتور ما بياخدش رأي حضرتك أنا آسف يعني لا حضرتك ولا زوج هو بس بيبلغكم إحنا الولادة هتكون ولادة طبيعية أو الولادة هتكون قيصرية أقول لكم على حاجة تانية يا ما فيه ولادات بدأت بمحاولات ولادة طبيعية وبعد فترة محددة ييجي الدكتور أو الدكتور يقول خلاص لازم هنقول قيصري لأنه خلاص ما بقاش فيه وقت لمزيد من المحاولات ما بقاش عندنا الرفاهية دي في الوقت لحالة ما بقى عند الجنين أو عند الأم تمام؟